تقوات الأبراجة من اليوم السبت 13 أب حتى 16 أب مع علمة الفلكة جمانة أبيسي أهلا وسهلا جمانة أهلا فيك لينا المريخ على 77 درجة شمال غرب الفلك على كمان بعد يومين ثلاثة بيصير على مندار السرطان بعد كمان بالهل الليتين بيدخل الأمر برج الحمل بيساعدوا كتير لمولودوا برج الحمل وأخيرا نخلص من الأسبوعين اللي كان كتير مزعوج فيه هون فمولود الحمل هالأسبوع رح يكون عنده موفى رح يمضي إن شاء الله عقد عمل الداخل أو للخارج بس منصب كتير عاري رح يكون أو ممكن يكون واحد حكومي أو سياسي يعني أو دولة ممكن يكون رجل أعمال ممكن هدا بس فيه صفقة كبيرة من الموليد الحمل ممكن يكونوا أطغار على قدهم ورقة عمل لقيلهم رح تكون إن شاء الله أما بالنسبة لمولود أتصبر اللي هو هلا مزعوج كتير منه مرتاح عليه بعد الدين ما بنخاف عليه مولوده سوى بيجي مين يساعده دايما امرأة أو رجل من دمه ولحمه يعني من رابطه أو شيء إلا ما تنقزه ويوم الأربعة والخميس رح يكون عنده بعض الانفراجات المالية يعني يمكن هو اللي حيكون الانفراج لأنه مطلوب منه دين صروا زمان بأجل فيه وغصبا عنه أما بالنسبة لمولود الجوزاء اللي هو هلا مانه مرتاح صحيا والكآبة بلاش تسيطر عليه هلا هو عم ياخد الكآبة من قيام الشمس هي يومين ثلاثة يكتر من العصائر يكتر من شرب الماء ويقوم يمشي يظهر هو عيبقى بالبيت لأنه هو الهوى ما فينا نحصر الهوى إذا مشي على شط البحر أو بالمحل الخضار إذا ما بيحب الخضار جبال وهذا الجنوب في ناس بيحبوا الخضار المدينة أكيد يمشي بالخضار المدينة لأنه جنوب مش جنوب الجوزاء ما بيحبوا جبال ما بيحبوا الجبال والوديان بيحبوا يمكن المدينة يكون فيها خضار أو البحر فعليه أنه يظهر يتخلص من هذه الكآبة بيوم الخميس وجمعة فيه اتصال من بره بيحملوا خبر صار وينعزم على عرس مولود الجوزاء يعني بيختمها بشي حلو مولود السرطان صحتك على أحساب ما يرام فحوصاتك كتير منيحة ممكن تكون فيه لخبطة شوي بالفحوصات عيدة مرة تانية عند حدا أو استشير طبيب آخر لأنه فيه شي حينكرزه بالفحوصات فهو بيخاف كتير على صحته فأنا فضل يشوف طبيب آخر أو يعيد الفحوصات إذا عملها بشي مختبر عادي فيعيدها فبيكون النتيجة كتير أحسن وأفضل بالنسبة إلى مولود الأسد المحططين كتير عليها للأسبوع أعدائك كتار ما بعرف أنت مالك الغابة ما في خوف عليك بتحكي كلمتك بتاخد موقفك وعليك أنك تاخد موقف لابد يكلفك غالي احكي كلمتك وخد موقف لأنه الكلمتك والموقف هي رح تنقذك من اللي أنت من أعدائك اللي صوابين عليك وخاصة من جانب العمل أو على حياتك الشخصية بالنسبة للعزرة اللي هو عنده باع عيكار وهالباع العيكار بده يفرج حاله فيه يفرج اللي حواليه ونحكى فيه كتير وهي شغلة كتير كبيرة بس رح ينبيعها لأسبوع إن شاء الله وبنفرج أمورك المالية بالنسبة للميزين اللي هو هلأ محطار بين قلبه وعقله فأنا بقله يختار دائما أنا مع القلب مش مع العقل أبدا خاصة لو بالأيام الصعبة بيضل القلب قد ما تخانقه بيضل في تسامح لكن العقل إذا تخانقه دغرب يتطلقه دغرب يخربه الدني ومع أنه هي المصارب تعطي فرح أحيانا دائما دائما مش أحيانا بس ممكن يكون هي تعيي ممكن يكون هذا الشخص تعييس فعليه أنه يختار خاصة الميزين ما فيه يخنقه حدا يعني هنه براج الهوائي ما فيه حدا يخنقه الهواء أو تحصريه بده لو من سرداب بده يظهر فمشان هيك يختار بقلبه وهلأ حيختاره مع باسبور أجنبه أولا حيختاره مع باسبور أجنبه بيكفي الباسبور ما الباسبور كان يسهلأ أي بلد بفوت عليه بيستقبلوه بالنسبة للمولود العقرب في فرح بأرض بيته في عزيمة بأرض بيته هلعزيمة أشخاص جاي من بره من دولة عربية رح يكون فيها اتفاقات لعمل بس من فرحة هالعمل هممكن تعملون أو يعملون هالعزيمة بأرض البيت تهنية هتكون هالإسفور إن شاء الله ورود بتدخل على بيته في فرح بأرض البيت مولود الكاوس عم يحضر حاله لصفر بس الصفر رح رح يلغي لأنه حيصير عنده مستجدات أعمال أو بعض الأشياء تكون مرضية أو تكون صحية أو شي بس ما فيها أخو بيأجل ما فيها شي كل شي بيتأجل مولود الجدي مولود الجديد بيدخل على بيته بيحمل له الفرحة صاروا زمان ناطره إن كان حفيدة أو حفيده أو شي مش تكون متضرور الام هي ناطر يعني بكون عنده يمكن قبله بس كمان ناطين هالمولود هو صابي رح يكون إن شاء الله العيم عند الله أكيد ورح يكون وجه خير على مولود الجدي بالنسبة لمولود الدلو نعم الصادر الواردة اتنين موجودين عنده أموال طائري رح يحصل عليها هذا مولود الدلو أهرن كتير لنا كل فترة عنده أموال كتير تيجي أموال كتير أنه هو أكتر هو بالأبراج الهوائيه هو الدلو يعني الميزان أنه بيطلعوا بينزل بتأرجع جوزة نسمة ما بتجي قوية الهوى طائعه لكن الدلو بدلو عم بيبرم بيبرم راسي طمعه قد ما بيجي أموال طائلة أموال طائلة إما ما حقول ميراس حدا بيعطيه يعني في حدا بسنده وأموال طائلة رح توصل له هالأسبوع بس مولود الدلو على فكرة منه كريم أبدا لا أبدا منه كريم يعني قد ما بيجي أموال طائلة بقول لمن هايدي الأطعة بعد لمن هايدي الألف ألف دولار المزيد والمزيد لمن هايدي الألف دولار بقيت هلأ وبخلي كتير على المسكين يعني أنا بيقول له اللي دلو الله عطاك هدا منه نعمك هدا نعم الله الله عطاك أعطي إذا عطيت الله ما بيناقص الله بيزيد بإذن الله يصطفل شو بدأ عطيه أنا مواعز يعني بس بيأهر مولود الدلو بالنسبة لمولود الحوت بعد المفاجآت العاطفية في تصالح مع الشريك صاروا زمان باعد عنه صاروا شهرين ثلاثين بس رح يتصالح معه بس بيعلقه ما هي العلقه وقت بواحد بيصنعها لحتى يصالح على فكرة هدا ما احنا بيعرفها بتحركش بيعمل مشكل بيعملنا مشكل ليصالحه مش انه عملنا مشكل ودهر لا بس ما بتنتبهي الست لهدا